تحيات لكم طلاب أول سنوي هنكمل مع بعض التمهيد في اللغة الفرنسية عشان تكون متأسس كويس لوفيرب الفعل لبخيزان زمن المضارع الأفعال ياولاد في اللغة الفرنسية بتتقسم لثلاث مجموعات المجموعة الأولى هي الأفعال اللي بينتهي مصدرها بالحرفين شوفوا أنا هقول أسامي الحروب باللغة الإنجلزية علشان ما تطلعبطش معايا لو عايز تعرف أسامي الحروب باللغة الفرنسية فهتلاقيها في أول فيديو اللي عملته لكن هنا أنا هتكلم بال يعني هقول الحروف اسمها باللغة الإنجلزية عشان بس نتوقعش متلغبط لأن الحرف ده مثلا اسمه أ فأنا لو قلتلك ده اسمه أ ممكن تفتكره أ يعني هو اسمه أ أنا هقوله إي علشان ما يحصلش لغبطها الأفعال اللي بتنتهي مصدرها بالحرفين أغ أو إي آر مثل بغلية بغلية تحدث بيتغير شكل الفعل حسب الفعل والكلام ده ياولاد بنسميه تصريف الفعل يعني في اللغة العربية مثلا بنقول إيه بنقول أنا أتحدث أنت تتحدث هو يتحدث نحن نتحدث ما ينفعش أقول نحن أتحدث لازم الفعل يتغير شكل على حسب الفعل والكلام ده في العربة أو في الفرنساوي بنسميه تصريف الفعل كيف نصرف أفعال المجموعة الأولى في زمن المدارع احنا قلنا إن فيه في اللغة الفرنسية تلات مجموعات من الأفعال أفعال المجموعة الأولى هي الأفعال اللي بينتهي مصدرها بالحرفين إي آر ودي أغلبية أو معظم أفعال اللغة الفرنسية هي مجموعة أولى وبينتهي مصدرها بالحرفين إي آر يبقى عايزين نعرف إزاي نصرف أفعال المجموعة الأولى كيف نصرف أفعال المجموعة الأولى في زمن المدارع واحد نحذف الحرفين إي آر من مصدر الفعل يعني فعل زي بغلي يتحدث هنحذف الإي آر اللي في آخر المصدر ده ده المصدر نشيل إي آر عشان نعرف نصرف الفعل اتنين نضع نهايات المجموعة الأولى حسب الفاعل نضع نهايات المجموعة الأولى إيه؟ حسب الفاعل وهي كالتالي النهايات دي عبارة عن إيه؟ مع جو أنا أحط إي مع تي إي أس مع إيل هو إيل هي أحط إي مع نو نحن أحط أو إن إس مع فو أنتم أحط إي زد مع إيل هم وإيل هن أحط إي أن تي مثال يولياء التصريف بارل يتحدث في زمن المدارع واحد نحذف إي آر من مصدر الفعل فتبقى لدينا بارل 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 أو باغل نضيف النهايات التي ذكرناها ثم يكون التصريف بهذه الصورة جو باغل تي باغل إيل باغل إيل باغل نو باغلون فو باغلي إيل باغل إيل باغل إيل باغل اللي عملناه عملنا واحد واثنين شلنا إي أر من مصدر الفعل وحطينا النهايات اللي قلنا عليها إي 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 إ لاحظ ان الاس دي مش منطقة وان الانتي دي مش منطقة فهنا جو بارل تي بارل ال بارل ال بارل ال بارل زي نطق دا كل زي بعض المختلف هو فقط نو بارلون و بارل ولاحظ كمان انو نطق كلمة بارل اللي هو التصريف مع فو بارل دي نطقها زي نطق المصدر اللي فوق دا بالزبط هي هي المصدر يتنطق بارل ودي برضو تتنطق فو بارل يعني انتم تتحدثون ناخد امثلة على الكلام دا لما نقول مثلا جو بارل فرانسي انا هتحدث الفرانسي تي بارل انجلي نو بارلو لغاب احنا بنتكلم عربي فو بارل فرانسي انتم بتكلموا فرانسيوي في افعال اخرى مجموعة وله انا اخدها عشان نزود حصلتنا اللغوية ونقدر ندوس شوية في اللغة الفرانسية واناخدها عشان هي افعال مهمة جدا فيزتي يزور جوه يلعب ايكوتي يستامع كيتي يترك مانجي يأكل بريفري يفضل دوماندي يسأل او يطلب عبيتي يسكن روگاردي يشاهد ايمي يحب مخشي يمشي غميرسي يشكر بخيزانتي يقدم سو بخيزانتي يقدم نفسهو حاول تنطق حرف اغ تنطقه اغ او خ تمام ما قدرتش نطقه ار او ر لكن هو المفروض اصلا ما فيش حاجة اسمها ار و ر في الفرنساوي المفروض ننطقها غ غميرسي يه مخشي اما مش قادر ممكن تقول رميرسي رميرسي لكن نطق الصح بصراحة غميرسي يه شوزي اختر الايجابة الصحيحة نوزابيتي عبيتون عبيتي عباري احنا بنسكن في باريس طبعا معنو بنحط النهاية او ان اس او ان اس دي النهاية اللي هنفعنحطها معنو عبيتي يعني يسكن نيكولا نيكولا دا ولد يعني ايه الهوة رجارد 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 نيكولا دا للا مزيك خلي بالك ما تيلد ايه جان ما تيلد ايه جان ايه يعني و اند و ما تيلد و جان اتنين واد و بنت بريفير 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 ليجاتو التلاتة اسم ههم بريفير بس اي تصريف ينفع مع الجامع ايه البي اس مع ايه البي اس بنحط للفعل ان تي مع ايه افك اس وايه افك اس هم وهن بنحط للفعل ان تي تبقى هنا هنقول ماتيلد اي جان بريفير لا فخونس هنختار دي عشان في اخيرها ان تي بريفير ليجاتو سوري تيمو تيمي تيم لشوكولا أنت تحب الشوكولاتة طبعا مع T بناخد النهاية ES T.M. لشوكولات T.M. لشوكولات الفيزيت 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 لكاغ أي فيزيت فيهم هنختار فيزيت دي ولا دي ولا دي مع L هي بنختار اللي في آخرها E لأن مع L هي بنحط النهاية E ملحوظة هامة جدا يا أولاد إذا أتى بعد الضمير G G يعني أنا لو جي بعد جو فعل بيبدأ بحرف متحرك أو حرف H صامت فهنحوله لجو أباسترف هنكتبه جو أباسترف جو أم لسالات ينفع قول جو أم لسالات الكلام ده غلط هنشطبه هنقول إيه جم لسالات ما ينفعش تقول جو أم تنتهى على بعضيها جم لسالات جا بيت أوكير جم لسالات جا بيت أوكير الكلمتين بقوا مفيش بينهم مسافة جو وم لسالات جم لسالات جا بيت أوكير هناخد موضوع جديد دلوقتي اسمه أفعال زود ضميرين هام هنك أفعال مجموعة أولى تسمى أفعال زود ضميرين لأن مصدر الفعل يسبقه الضمير من شوية أرينا في جدول الأفعال فرب اسمه سو بخيزانتي سو بخيزانتي قلنا ده معناه يقدم نفسه لكن بخيزانتي بس معناها يقدم إيه اللي نفهمه عن أفعال زود ضميرين؟ إن مصدر الفعل بيسبقه الضمير سو مثال سو بخيزانتي يقدم نفسه سو بروميني يتنزه سابلي يسمع أو يدعى الضمير سو يتغير عند التصريف حسب الفعل تعالوا نشوف ده فعل ممكن نصرفه مع ضمير الفعل طبعا نصرفه ازاي هنصرف فرب اسمه سو بخيزانتي سو بخيزانتي معناها يقدم نفسه جو مي بخيزانتي تي تي بخيزانتي إيل سو بخيزانتي نو نو بخيزانتون وو بخيزانتي إيل سو بخيزانت إيل سو بخيزانت لاحظ حاجة في أي فعل في اللغة الفرنسية التصريف مع إيل هو زي مع إيل هي فيش اختلاف تمام؟ ومع إيل بأس زي مع إيل أفك إس برضه ده زي ده نفس التصريف طيب إيه نهايات المجموعة الأولى؟ قلنا بنشيل إي آر دي وبنحط النهايات دي إي إي آس إي آن أس إي زات إي آن تي لكن موضوعنا النهاردة إن إحنا سو سو دي بنغير شكلها إنه يتغير الضمير سو يتغير شكله عند التصريف حسب الفعل فيبقى مع جو هيبقى مي مع تي هيبقى تو مع إيل هيبقى سو يفضل زي ما هو يعني مع نو السو هتتحول لنو مع فو السو هتتحول لفو مع إيل و إيل السو هتتحول لسو يعني تفضل السو زي ما هي إحنا بنعمل إيه؟ إحنا بنقول جو والسو بخيزنتي بنصرفها سو تحولت لما والإي آر شنها وحطينا إيه؟ تمام؟ مع تي عمان إيه سو بخيزنتي شنها إي آر وحطينا إي أس زي ما أعنا وكمان إيه سو بخيزنتي يبقى قول ورايا جو مي بخيزنت تي تي بخيزنت إيل سو بخيزنت نو نو بخيزنتو وو بخيزنتي إيل سو بخيزنت تاني جو مي بخيزنت تي تي بخيزنت إيل سو بخيزنت نو نو بخيزنتو نحن نقدم أنفسنا وو بخيزنتي أنتم تقدمون أنفسكم إيل سو بخيزنت هم يقدمون أنفسهم إيل سو بخيزنت هن يقدمنا أنفس هن طيب هناك فعل بريزنتي هناك فعلة تانية اسمه بريزنتي يعني يقدم بس يقدم شخص آخر جو بريزنة مون كوبان أنا بقدم صديقي آ من بير إلى أبي ره تاني معي جو بريزنة مون كوبان آ من بير أنا أقدم من كوبان صديقي آ من بير إلى أبي طب يعني ايه يعني انا اقدم نفسي خدناها فوق ذاكر اول باول وانت تفهم معي الشرح أنا اقدم نفسي أنت تقدم نفسك إلى زمير تمام فانت دلوقتي لو لقيت نفسك مش فيهم حاجة انا بشرحها فاعرف انك مركزتش في الفيديوهات اللي قبل كده اللغة حاجة تراكمية وبنبني سلمة فوقها سلمة فلازم تطلع سلمة سلمة ما تطلعش جاري او ما تسيبش اللي تحت وتطلع فوق مرة واحدة لا تفهم فوق ولا هتفهم تحت فيه فيرب تاني مهم جدا اسمه سابلي سابلي يعني يسمى ويدعى هنصرفه ازاي الاس هنا مش مكتوبة اس اي لان اس اي بتتحول لس أباستروف لما ييجي بعديها فعلي ويبدأ بحرف متحرك معاي أولاد ركيزوا الله يخليكم جو مابل أنا أسمى تيتابل أنت تسمى إلسابل هو يسمى إلسابل هي تسمى نو نو زابلون نحن نسمى فو زابلين أنتم تسمون إلسابل إلسابل نقول تاني جو مابل أنا أسمى تيتابل أنت تسمى إلسابل هو يسمى نو نو زابلون نحن نسمى فو زابلين أنتم تسمون إلسابل هم يسمون تاني جو مابل تيتابل إلسابل نو نو زابلون فو زابلين إلسابل لاحظ بندعف حرف إل في الفرب اللي فاده اللي هو في الفرب سابلين سابلين لاحظ بندعف حرف إل في الفرب اللي فاده اللي هو في الفرب سابلين سابلين مع كل الضمائر بنضعف حرف L يعني نكرره مرتين مع هذا مع الضمائرين نو وفو مش بنكرر حرف L نو نو زابلون فو زابلين الاس دي مش منطوقة لان بعدها حرف ساكن لكن الاس دي منطوقة لان بعدها حرف متحرك نو دي ضمير الفاعل لكن نو التانية هي الضمير س الضمير س مع نو بيتحول لنو ومع فو بيتحول لفو مع إل بيتحول لس مع تي بيتحول لت مع جو بيتحول لم والم منكتبها إما أبوستروف عشان بعدها متحرك والت بنكتبها تي أبوستروف عشان بعدها متحرك ركزوا ولحظوا الحاجات دي نقرأ مع بعض أنا أقدم نفسي أنا أسمى يوسف نبيل أنا أسمى يوسف نبيل اختار الإجابة الصحيحة فرب شوزي يعني اختار شوزي يعني ايه اختار ده فعلا أمر قن يعني كو يساو حلوة ويغيبون س يعني إجابة إل ألس إل مابل إل سابل إل تابل مع إل بن قول إه إل سابل إل سابل ألس جو عاليا جو تابل جو سابل جو مابل جو مابل عاليا نو رامي نو نقاط رامي سامي نو نو سابل رامي سامي نو نو سابل رامي سامي إل هم عاليا عادل إل هم بس أفك إل أفك تبقى دي سابل ولا سابل التانية سابل التانية عشان أخرها أنت إل سابل عاليا إعادل تي أنت تي مابل تي تابل تي سابل إما أنت تدعون إما أو أنت عن اسمك إما يبقى تي تابل طبعا تي تابل إما أنت اسمك إما إل هو سباستيان هو اسم سباستيان إل سابل ولا إل تابل ولا إل سابل صبيل اللي فيها ENT ولا صبيل اللي فيها E بس طبعا صبيل اللي فيها E بس مع إيل هو خلاص احنا بنحلش من دماغنا دلوقتي يا أولاد مش عايزك تحل من دماغك ومش عايزك تكتهد وتفكر في إجابة انت تبص هنا خلاص وتغش منه وتحط هنا عشان انت لسه بتأسس نفسك انت لسه بتحل مش على سبيل ان احنا نختبرك او نمتحنك احنا بنحل على سبيل ان احنا نفهم ونصبت المعلومة دي مش اسئلة الغرض منها الاختبار لكن الغرض منها تثبيت المعلومة في ذهن الطالب لازم كل معلومة جديدة عليك نتاخدها نجيب لك بعديها شوية اسئلة عشان تثبت المعلومة في دماغك وتكون سهلة عليك اتمنى لكم توفيق والنجاح ان شاء الله وإلى اللقاء في الفيديو اللي جاي يا طرح هناخد ايه في الفيديو اللي جاي هناخد كلمات هنبدأ نمهد بشوية كلمات وندخل بقى في جمل كده وحاجات حلوة هتستمتعوا ان شاء الله باللغة الفرنسية تابعوا معنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته